قررنا بأن ينصب المجهود الوطني اليوم على ترقية هذه المناطق وتأهيل مرافقها وتقليص الهوى التنموية بينها وبين باقي مناطق الوطن ها هي إذن الحكومة تقرر أخيراً الالتفات للجنوب الكبيرة قرارة بالجملة تم الإعلان عنها لصالح ولاية الهضب العليا والجنوب تمس بشكل خاص قطع الصحة الذي يئن ويئن معه سكان المنطقة منذ سنوات طويلة رفع التجميد عن المشاريع الصحية تحفيزات تاريخية للأطباء والأخصائيين هناك وتدعيم المستشفيات بالأتقم الطبية والتجهيزات قرارات غير مسبوقة استقبلها سكان الجنوب بكثير من الفرحة في انتظار تجسيدها في الميدان حق من حقوق الساكنة في المناطق الجنوبية أهلنا رامعان في المجال الصحي من وجبنا نفرح بأنها رايحة تهتم بالساكنة على مستوى هذه المناطق ممثلون عن الجنوب طالبوا بإجراءات أخرى من شأنها أن تنعكس إجاباً على قطع الصحة بالمنطقة تحصلوا على البكالورية لأنه لدينا طلبة يتحصلوا على البكالورية بقالهم 0.5 0.05 لكي يتحصلوا على التخصص الذي يريدونه أو الطب على وجه الخصوص ولكن يحرمون منه من بين الإجراءات التي يجب أن تأخذها هي مراعاة خصوصية تأهد الأبناء تصوى فيه مستشفيات متقاربة فيما بينها يعني لو كانوا نستعمل مستشفى رجان تابع لولاية أدرار مستشفى أولف تابع لولاية أدرار مستشفى أولف تابع لولاية تمرس تقريباً هذه المستشفيات فيه ثلاثة مئة وعشرين سرير لا يتباعش بعضهم على أكبر ثلاثين اختصاص كل المستشفى فيه عشر اختصاصات لكي تستطيع التنقل إليها يقل أنه لا يتنقل إلى ولاية الشمال ونخفو العب أنت تكلفة أنت تنقل هي إجراءات غير مسبوقة للحكومة لتعزيز المنظومة الصحية بولاية الجنوب التي لطالما عانت من سياسة تهميش فهل ستلتزم حكومة بدوي بهذه القرارات؟ ترجمة نانسي قنقر